انسرقت يا جماعة الخير كنت اعتقد بطبيعة مهنتي واني اتعامل مع حرامية اني فاهم كل اساليبه ومستحيل اكون ضحية نصب واحتيال خلبي اقول لكم السالفة اللي حصلت لي رحت ابعبي بنزين دخلت المحطة وانا اعبي جا واحد وطق عليه شباك نزلت قام شكيلي همه باكستاني قام شكيلي وضعه المادي وانه الان يمر في ظروف صعبة جدا ومحتاج اي ريال طيب وش المطلوب قال تشتري مني هذي السماعة فاخذتها وتأملتها قلت لها اصلية قال طبعا اصلية واذا انت ممصدق هذه فاتورتها من جرير الفاتورة املت الفاتورة سعرها 899 مشرية قبل شهر صادرة من جرير كل المعطيات يعني تخليك تقتنع قال لي الباكستاني اذا انت ممصدق ادخل على البركود هذا بيطلع لك المنتج نفسه السماعة هذي رح تطلع لك اذا انت برضو ما اكتفيت شف السيريا ننبر اسم او رقم الجهاز هنا مسجل يتطابق مع هذا الرقم اللي موجود هنا قلت لها بكم تبيع قال سعرها 900 ريال قلت تبيعني ب300 قال بعدك انا من مرتاح في سر ورح السالفة اخذتها مباشرة رح رحت الجرير ابغى تأكد دخلت على جرير يا جماعة الخير هذه الفاتورة الصادرة من عندكم تأملها الموظف قال ما اعتقد فواتيرنا شكلها يختلف ما هو بكذا قلت له طيب الباركود هذا يطلعني على موقعكم قال اساسا الباركود ما له علاقة بالموقع الباركود تبع الفاتورة الموحدة يتعلق بالضريبة فقط ما يطلع لك المنتج قلت له طيب تتأكد لي من السماعة هذه اذا هي اصلية ولا لا جلس يتأملها ربع ساعة قال لي والله يعني مظهرها مظهر اصلي صراحة قلت له طيب الرقم هذا تبحث لي عنه في جهازكم او في نظامكم نشوف الجهاز هذا وين موجود حاليا بحث عنه وتفاجأنا ان هذا الجهاز اليوم فيه شخص جالس يستخدم هذه السماعة بهذا الرقم حتى نودها الصيانة قبل تقريبا شهر معنا هذا الكلام ان الحرامي شر سماعة تقليد بعدين حط رقم نفس رقم موجود في سماعة في جرير بعدين اعاد تغليفها من جديد وصنع فاتورة غير حقيقية ثم انجاء وتشكى من وضع الحياة وانه مسكين وجلس يلعب على وتر العاطفة عشان يبيع لك هذا التقليد فاذا شفت شخص زي كذا بلغ الشرطة انتبه تشتري من مكان غير مرخص له فهلا